الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الأيزاء لنا درس جديد بعنوان مكانة المرأة في الإسلام فعندما نتحدث عن المرأة نتحدث عن نصف المخلوقات الإنسانية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون قد قال الله سبحانه وتعالى وما خلق الذكر ولنثى إن سعيكم لشتا وقال أيضا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فعندما يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده يخاطب الذكر والأنثى سواسيا فلقد قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم فجاء الإسلام الكريم ليعطي للمرأة حقوقها وليرفع لها من مستواها التي كانت تعيشه في الجاهلية ففي الجاهلية كانت المرأة قد ضيعت من كثير من الحقوق فجاء الشرع الكريم ورد لهذه المرأة اعتبارها حيث أنزل صورة كاملة باسمها سماها بسورة النساء وصورة مريم وصورة النساء تعالج قضايا النساء والمجتمع وكذلك أنزل الله سبحانه وتعالى صورة أخرى ينتصر فيها لامرأة ظلمت في حقوقها ألا وهي صورة المجادلة قال الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وجاء الإسلام أيضا ليبين لنا معاشرة النساء حيث قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال أيضا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فما للرجل يعطى للمرأة بدون مفاضلة إلا ما خصصه الشرع بنصوص شرعية كالميراث أو غير ذلك أما سائر الحياة تكون للمرأة وللرجل سواسية وقال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام ولذا نجد اليوم في وقتنا أن المرأة تساوي الرجل في جميع أعماله بل في بعض الأحيان تفوقه بكثير في المجال الطبي أو المجال الهندسي أو المجال العلمي فهذا ولله الحمد هو ما جاء به الإسلام حيث أعطى وبيّن للمرأة مكانها في الإسلام وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن راعيته وقال والرجل راعٍ في أهل بيته وهو مسؤولٌ عن راعيته فهذه المسؤولية التي علقها الشرع الكريم على الرجل حتى لا يضيع أهله ولا يتعدى عليهم ويحسن معاشرتهم وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول وفي رواية أن يضيع من يقوت فهذه النصوص الشرعية كلها تتكلم عن مكانة المرأة في الإسلام وتبين مكانتها عند الله ولا فرق بينها وبين الرجل عند الله سبحانه وتعالى فالله يخاطب الجميع ويجزي الجميع ويعاقب الجميع السلام عليكم ورحمة الله